سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد صلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير أهلا خير اليوم جبت لكم واحد الوصفة سهلة وبنينة ولا بالي كامل تحبوها فلفل محشي براسوس طومات قوة في البنة وطبعا إذا عجبتكم الوصفة تانهان اليوم ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد من وصفاتي على بركة الله نبدأ في الوصفة تانه كما راكم تشوفو هنا نبدأ نبجد معكم الحشوة نحتاجوا كمية من اللحم المفروم نزيدوا نصف كاس تاع الرس اللي كنت غليته مع كاس تاع الماء وشوية تاع الزيت درت ملعقة تاع الزيت وشوية تاع الملح يعني الرس تاعنا طيب نص طيب رح يكملي طيب مع الحشوة نزيدوا نصف حبابة صلاة مفرومة والمعدنوس والملح والفلفل لكحل بالنسبة للتوابل تقدروا تديروا التوابل اللي تحبوهم أنا هذو هم التوابل اللي نحبهم في هذا الوصفة ورح نزيدوا الهريسة تقدروا تعوضوها ببابريكا هنا نبدأ نخلط المكونات كلهم مع بعضهم رح نخلطوا ملح ملح ومن جيها كما راكم تشوفو عندنا الفلفل الحلو الأخضر كما راكم تشوفو رح ندير حبات صغار يعني ماشي كبار بزاف وبعد ما قسلته وخويته من الداخل نبدأ نحشي فيه بهذا الطريقة هكذا كما راكم تشوفو نطبعوا ملح الحشوة تاعنا باش ما يبقلناش في رغم الداخل هكذا كما راكم تشوفو حتى نكمل كامل كمية يعني حتى نكملو كامل الكمية تاع الفلفل وهنا راح نزيد معاكم وحدة كما راكم تشوفو الحشوة راح نطبعوها للداخل باش الفلفل تاعنا ما يبقلناش فارغ من الداخل وانا بعد ما كملت راح نواسيه في الفارينة بهذا الطريقة باش كي نقليه ولكن طيبوه الحشوة تبقى لداخل وهنا كما راكم تشوفو في مقلة راح نديرو شوية تاع الزيت نخليها حتى تسخن ونبدأ نقليه في الفلفل بتاعنا بالنسبة للزيت ما لازمش تكتروه راح نقليه الفلفل عادي كما مضاريين وهنا نبدأ نقلب فيه يعني ما تخلوش حتى يطيبلكم من الجهة اللولا باش تقلبوه لا لا في كل مرة راح تقلبو الفلفل تاعكم باش يطيبلكم مليح اشتركوا في القناة هاكذا كما راكم تشوفو في كل مرة راح نقلبو الفلفل تاعنا ويطيب يجي اروع انا منحبش الفلفل كي نقليه نحطوه يطيبلي من الجهة اللولا من بعد نقلبو باش يطيبلي من الجهة الزوجة منحبش نطيب الفلفل بهذيك الطريقة نحب نطيبو هاكذا كما راكم تشوفو ويجي هايل يجي راوع وهنا الفلفل تاعنا بعد ما طب راح نحيهم الزيت شوفو البنات الفلفل تاعنا بعد ما قليته بهذه الطريقة راح نخليه حتى يبرد ونقشره يعني راح نحيله القشرة اهلا نبدأ نوجد معكم سلسط الطماطم كما راكم تشوفو في مقلة دايما في نفس المقلة نقص منها الزيت خليت تقريبا خمس ملايق كبيرة راح نقلي حبها بصلة و بعد ما قليتها راح نزيت ثلاثة فصوص تاع الثوم ونكمل نقليهم كيف كيف راح نزيدو زوج حبات الطماطي اش قشرتهم ورحيتهم وملعقة كبيرة طماطي مصبارة وملعقة كبيرة تاع الهريسة بالنسبة للتوابل كما راكم تشوفو راح ندير الملح الفلفل الكحل والكمون وحشيش مقطفة والمعدنوس وشوية تاع السكر ونقليهم مليح مليح هكذا كما راكم تشوفو هنا راح نكمل نقليهم حتى اللاصس طماطي تاعنا تنشف شوفونا اللاصس طماط تاعنا هنا بدت تنشف كي اللي حقول لهذا القوام راح نزيد كاستع الماء ونخلط مليح مليح هكذا كما راكم تشوفو والنار دائما نخليها متوسطة راح نخلي اللاصس طماط تاعنا تغليه مدة خمس دقائق ونطفع لها النار بهذا الطريقة راح تكون وجدة وحنا كما راكم تشوفو بعد ما طابتلي وما لازمش تنشفوها بزاف لازم تطيبوها بنفس الطريقة شوفو الفلفل تالا بعد ما قشرتو نحيتلو القشرة راح نواسيه هكذا كما راكم تشوفو بهذا الطريقة وكما قلتلكم لاصس طماط تاعكم لازم تطيبوها بنفس الطريقة باش تطيبلكم فيه الحشوة هنا راح ناخذ المولتين حطوه في الفرن راح نطيبو الطبق تاعنا في 180 دراجه ونشوفو فيه شكل نهائي فيما بعد ان شاء الله وهنا كما راكم تشوفو بعد ما نحيتو من الفرن شوفو كيفاش طاب جا ما شاء الله جا بزاف هايل وشوفو لاصس طماط تاعنا كيفاش طابتنا وكيفاش جيت عاقدة وصدقوني جي بزاف بزاف بنينا وهنا نقسم معاكم الفلفل باش تشوفو الحشوة تاعنا كيفاش جينا طيبة وبزاف هايلة وهذه الوصفة صدقوني تستحق انكم تجربوها بنينا سهلة وبزاف هايلة اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم تمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها واللي راح تجربها نقولها بالصحة ولهنا ونشكركم بزاف على حس متابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة نقولكم الله يحفظكم ويسعدكم يا رب واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انطلعوا في روحتيكم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر